أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بأن تكون الفترة من السبت الموافق من 9 يوليو الجاري وحتى الخميس الموافق 14 من يوليو إيجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الأطحى المبارك وأوضح مجلس الوزراء أن الإيجازة تسري على العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدة الإدارة المحلية وشركة القطاع العام وشركة قطاع الأعمال العام مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للموعد المقررة من قبل السلطة المختصة وذلك بمناسبة عيد الأطحى المبارك